السلام عليكم ازايكم حبيبي يا رب تكونوا بخير نهاردة ان شاء الله هنعمل سنية جلاش طحفة جدا بمكونات بسيطة قوية اللي هتخد منك وقت ولا مجهود ولا مكونات كتير يعني لا نحتاج سمنا كتير ولا حتى شربات وبدون توريق الحاجة اللي بدايقنا في الجلاشة احنا بنقعد ندهن طبقة طبقة لا احنا هنا في الوصفة دي مش هنعمل كده خالص هنعملها بكل سهولة والنتيجة اكتر من رائعة يلا بينا نسمي الله ونبدأ على طول اول حاجة هنجهز الصنية بتاعتنا صنية مدورة او مربعة زي ما تحبه يعني هندينا كده بالفرشة دهنة زيت او سمنة كويس جدا انا كل ما اقدر السمنة اللي انا احتاجها في الوصفة دي نص كباية سمنة على زيت او ممكن سمنة بس بس انا حبيت احط سمنة على زيت عشان يبقى الجلاش خفيف ومورق هنحتاج لفة من الجلاش وهنا الجلاش مش شرط خالص انه يكون طازق او طري يعني لو عندك لفة في الفريزر متشالة عندك كده بقالها فترة او بيتة او متقطعة هتنفع جدا في الوصفة دي هناخد الجلاش كده على بعضه هنبتدي نقطعه بالسكينة شرايح بالشكل ده وهنفككه من بعضه علشان تبقاش في ورق الازقاف التانية بعد كده هنرس نص الكمية في الصنية بالشكل اللي انتو شايفينه ده وهاخد من السمنة اللي انا مسائحة على الزيت وهبتدي اقراش الرش كده بالفرشة رشات بسيطة على الجلاش واهتمي بالاطراف علشان ما تبقاش معاكي نشفة ومش شربة وبعد كده معايا حشوة شوية زيبيب على شوية جوزين هرشهم كده في النص وده اختياري يعني مش ضروري ممكن نعمل اللي صنية كلها سايدة من غير اي حشوات بعد كده هكمل نص الكمية الجلاش التانية حطها على الوش وحساوي الصنية بإيدي يعني هضغطها على الجلاش كده ضغطات بسيطة علشان بس نبقاش هيش ومنعكش وبعد كده هكمل بقية كمية السمنة هرش اللي تفضل كله على الوش وحوزها كده على الاطراف في النص وحدخلها فرن على درجة حرارة 180 على الشبكة في النص لحد الصنية بتاعتنا بقى مدستوي وتخرج من الفرن هنبتدي نجهز السوس اللي هنسقي بيه لها الصنية وده بديل الشربات سهل جدا وبسيط وحينقلك الجلاش في حتة تانية خالص كوبايتين من الحليب طبعا بارد من الحليب مش تخن ولا حتى دافي هدوب فيه 3-4 معالي منه السكر وهي رشد فانيليا ومعانا باكو من الكريم كرامل هدوب بودرة الكريم كرامل في الحليب وكل ده هدوب على البارد قبل ما ارفعه على النار لحد에 ما احس ان كل المكونات اختلطت كده والبدرة ده بتخالص وقت اختلطت بالحليب اما باكو الكرامل اللي بيكون موجود في العلبة ده هسيبه حزين بيه على الوش هقلب كويس جدا كده على البارد وبعد كده هرفعها على النار مع التقليب المستمر انتوا عارفين طبعا الكريم كرامل اللي مش بقوامه بيتقل لكنه انا عايزينه بس مجرد ان هو يغلي كده معانا غلوة واحدة وفكرة السوس ده بقى زي الشربات بالضبط يعني انا لو عايزة صانية بتاعتي جلاش طري جدا اول ما تخرج صانية من الفرن كده وهي السخنة هزقيها بالسوس وهو لسه سخت لو عايزها مقرمشها شوية هحجهز السوس من الاول واسيب ويبرد وبعد كده لما تطلع الصانية معي سخنة هبتدي هزقي بيها انا هنا هزقيها وهي لسه سخنة انا عايزها طعمها زي الفتير كده زي الفتير اللي بتبعها جاهز بالكسطر عايزها طعمها كده بالضبط فالصانية لسه طلع اخدت اللون الدهبي اللي انتو شايفينه الجميل ده زيتها بالسوس وزي ما انتو شايفين كده لسه يعني الفققية بتطلع من قطر صخنة السوس مع الجلاش والريحة هنا مش قادرة وصف لكه على الجمال وبعد كده زي انتهى باقي الكراميل اللي موجود في العلبة وممكن برضه ما تحشيهاش في النص وبعد ما تحطي كده الكراميل اللي والصانية تطلع من الفرن تزينيها بشوية جوزين ده وزبيبة على الوش دي كلها افكار اختري منها الحاجة اللي تحبيها والحاجة اللي تناسبك وبس كده صانية الجلاش بتاعتنا جاهزة للأكل قطعناها وهي لسه سخنة المفروض نستنى كده عليها تهدى شوية لك انا نازلت عجلت وقطعتها بالنسبة للسوس يبلك في الاول انه هو كتير على الصانية لكن هي دقيقة واحدة بس هتبصت لقات شربته كله ونفشت شوية يعني كوبايتين من اللبن اللي احنا عملنا بيهم اللسوس ونسبين جدا جدا لصانية وبس كده عملنا احلى صانية جلاش بدون مكونات كتير وبدون شربات وطعمها طحفة ما تنسيش ان عجبك الفيديو لايك وشير وسبسكرايب للقناة وشكرا ليكم اشوفكم ان شاء الله في صفات احلى سلام عليكم